السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يا جماعة في هذا الفيديو سنبدأ حضراتكم منهج الـ Environmental Analyst منهج الـ Environmental Analyst يكون عبارة عن ثلاث اجتار جزء اسمه Air Pollution، جزء اسمه Water Pollution، جزء اسمه Water Analyst سنبدأ نهاردة بـ Part 1 أو الجزء الأول، جزء Air Pollution على بركة الله في الـ Air Pollution أو تلوث الهواء سنبدأ نشرح الأتمسفير ومكونات الأتمسفير والطباقات وأهم التفاعلات التي تحدث في الأتمسفير ونشرح طبقة الوزول ومتركبها وكيف تعمل وكيف تعملها ونشرح أيضا الغازات الموجودة ومتركبها كاما ومتركبها كاما أول شيء ما نتحدث عنه اليوم هو كوب موزيشن فوكسي أتمسفير وهو تكوين أو تهكيف الأتمسفير الأتمسفير لدينا رسمة تتوضح تكوين الأتمسفير الأتمسفير هنا الرسمية هنا بـ Temperature in Kelvin والألتتون يعني الاتفاع بالكيلولد مقسمة هنا الأربع طبعات أول طبقة هنا هي طبقة التروسفير ثاني طبقة هي طبقة الستراثوسفير ثاني طبقة الموزيشن فوكسي أتمسفير ثاني طبقة لديها السماء ثير موزيشن فوكسي حلوة ثاني طبقة لدينا تروسفير الثلاثوسفير ثاني طبقة ثاني طبقة ثاني طبقة ثاني طungen على خلقigue ثاني طبقة سيرة ثاني طبقة أو نسمى برودそうだ هل يعني برود سبكترمة معناها أنه هو ضوء ذات أطوار موجية متعددة من ضمن الأطوام الموجية أو من ضمن الأشعة التي جاء في ضوء الشمس هي أشعة الـ UV أو اللي نسميها الـ Ultra Virus أشعة الـ Ultra Virus أو الـ UV هي تتميز أنها أشعة ذات طاقة عالية هذه الأشعة عندما تنزل أول شيء فيها تخبط في طبقة الثانية أول طبقة هنا يخبط فيها أشعة الشمس هي أشعة الـ Ultra Virus عندما أشعة الشمس تنزل ومعها أشعة الـ UV يتسبب في حجوث عن ما يسمى فوتو كيميكا الـ Reaction ما يسمى فوتو كيميكا الـ Reaction؟ يعني تفاعلات كيميائية ضوية وكلام هذا مكتوب لا يوجد في الولاد ما يسمى فوتو كيميكا الـ Reaction؟ حسناً عندما يحدث فوتو كيميكا الـ Reaction ومن المتحدث الأشعة يأتي من المرة أحدث يومياً باستمرار عندما تحدث التفاعلات سببتها سيكون تكوين الأتوسفير مثالي سابت أو متغير؟ لا متغير يبقى إذن الحاجات الأساسية التي تجعل تكوين الأتموسفير متغير هي التفاعلات التي تحدث فيها هل تفعل ذلك يا أخوانا؟ هل الأتموسفير متغير أم معقد؟ لا، هذا نظام متغير، هذا نظام معقد لماذا يسمون الطبقة السيروسفير أو طبق أيون سفير؟ لأن هذه الطبقة يحدث فيها تفاعلات عن طريق أشعة اليوبي ويتم فيها تفاعلات تحول أشعة اليوبي إلى طاقة حرارية ماذا؟ لذلك يسمونها سيروسفير، سيروسفير يعني حرارة لماذا يسمونها أيون سفير؟ لأن هنا أيضا أشعة اليوبي تعمل تأيّن للغازات الموجودة في الطبقة لذلك تجعل معظم الجازز الموجودة في الطبقة كلها متأيّن لأجب أن يكون هناك مشكلة حسنًا ما هي الغازات تخصوصات الموجودة في كل طبقة لو جاءنا نشاء طبقة التروسفير فماذا؟ أما توجد غاز نيترو جيم، هناك غاز نيترو جيم، ون أو طو و H2O و أربور و السي وطو الطبقة الثانية هي الطبقة المكونات المكونات الرئيسية طبقة الميزوسفير هي H2 أسد فيها N2 O2 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 هذه المكونات الرئيسية لكل طبقة من الطبقات فهو لا يوجد هذه الإنجازات فقط لا نحن لا نستطيع أن نحدد التكوين بالضبط للأكتوسفير نحن لا نستطيع أن نحدد التكوين بالضبط للأكتوسفير ولكن نقول المكونات الرئيسية أولنا نسموها المجوريتي الغالبية العظم هذا قد يكون هناك تحول الأشياء الإنجازات و تحول الأشياء الإنجازات إلى بقية حالة أخرى هذا قد يكون حلوة تجد أن أخبرنا تريد طبقة تكتور بوطفير فيها غازات تكون تختيب غازات تحول أن أكتبها من أكتبها فهو الأول تكوين لدينا أعلى هم تركيز ان هو الـ N2 بعده الـ O2 بعده الـ CO2 بعدهم الـ OtherGazes من الـ O2 من الـ Vapor من الـ Vapor من الـ H2O من الـ Metal من الـ Mercury من الـ H2O من الـ H2O من الـ H2O تعال نقرأ الكلام المخصوص يقول لك أتموسفير و هذا الـ Atmosphere عبارة عن نظام معقد جدا It's Temperature and Depression و تغيره يعني تغيره بلسبة كبيرة جدا مع الارتفاع كل ما تستطيع ستجد أن تغيره بلسبة كبيرة و بلسبة كبيرة من الـ Atmosphere بمثار 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 من الـ Atmosphere ما تستطيع تعمل كلها عندما تنظر على الولاد الجوي قال لك تأثيرات كميات تأثيرات كميات تأثيرات كميات خاصة الخصوصا في الـ Atmosphere لما تنظر على الولاد الجوي تعمل فيها تفاعلات لما يحدث تفاعلات يبقى التركيب هيفضل ثابت أو متغير؟ متغير لذلك قلنا دائما أن التركيب في الـ Atmosphere متغير ليس ثابت وبعدين قال لك Earth's Gravitational فيجل مجال جاذب الأرض Could you send them some separation بعض الفصل في Atoms and Newton لذباراته الجزئات According to two ما تبقى يعني جاذبية الأرض الحاجات التقيلة تشدها لتحت والخفيفة تطلع لفور فتفصل الخفيف عن يعني أريد أن هناك تفاعلات كميائية بتحبث تفاعلات ديانتج عنها بزائقات وظهرات بديدة والتقيل ينزل لتحت والخفيفة تطلع لفور يقولك Lighter يعني الخفيف Lighter Atoms and Molecules يعني الزرات والجزئات الخفيفة رايز يعني ترتفع لفور So composition of the atmosphere ولذلك الـ Atmosphere is not tonistic ليس ثابت نرى الـ Atmosphere ولكن بالنسبة لفور الأرض لذلك يا أخوانا فالخلاصة لو جزء ليس ثابت ليس ثابت لماذا الـ Atmosphere is not tonistic والله اللي إلي فيه الحاجات تنزل على الغلاف الجوي مثل الـ Radiation والـ Particles ويسمك Radiation الحاجات التي تعمل كيميكا تخرج ومجال الجذبية الأرضية بعد ذلك يبدأ يفسر الخفيفة عن الـ فطبيعي جدا أن الأتنوسفير بتاعنا ليس ثابت بل متغنية مثل composition of the atmosphere Nearing air surface أريد أن أعرف تركيب الأتنوسفير بالقربة ونصاح الأرض بالقربة ونصاح الأرض يعني تروع 10 كم يعني خلال 10 كم الأولين تبقى 10 كم الأولين تبقى 2 أو 3 تبقى تروبوسكين يزيله إلى 10 تقريبا يعني يبقى خلال 10 كم الأولين محتوى تبقى 2 تروبوسكين قالت تبقى تروبوسكين تتكون من 2 مكون رئيسي أول حاجة هو الـ Diatomate هي الجزائيات ثناية الزرع مثل الـ Nitrogen و الأوسفين قالت الجماعة تبقى 99% يكونوا 99% من طبق تروبوسكين يعني معظم تبقى تروبوسكين من الـ Nitrogen هو ماذا؟ وقال لك تريس من CO2 و من Nitrous Oxide و من المثال و من الأربون و من الهيليا و زي تكوين 10 كم الأولين من نظرات الجوي اللي هي طبقة من طبقة التروبوسكين تمام؟ حسنا اخذنا فكرة عن نظرات الجوي والطبقات و ليه طبقة السلم السلم و السلم يتحدثونها بالاسم فعلا التباعة تبقى لحاجة مهمة جدا وهي Reaction Occuring in Atmosphere يعني التفاعلات التي تحدث في الغلاف الجوي نفتكر الثاني نذهب لها ماذا؟ السبب الرئيسي الذي يجعل تفاعلات تحدث بين الغازات و بعضها في الغلاف الجوي هي أشعة مين الـ الـ يو في لكي تتعلم أشعة يو في عادية أشعة يو في و بين الأمر يوجد الـ و أشعر من 170 نانومتر إلى 400 نانومتر و و يوجد عدية من أشعة 170 إلى 400 أشعة ب إذا كانت هي مقارنة أقلها مالذي يقتلها مقارنة أقل منها لكن يومي بصفة عامة بدون أصلاف حلوتي قبل أن نبدأ ونشرح التفاعلات التي تعمل في الأتماسفير، نحتاج فقط أن أوضح لحضراتنا هنا قلنا بأن الأرض أو البحر تطيئنا الشمس الشمس من ضمن أنها أشعة UV أو 3D أشعة UV تقطها علي إذا كانت هذه الأشعة وصلت إلى سطح الأرض، ستضر بالكائنات الحية رب الله سبحانه وتعالى سخر لنا حكثين يخلصونا من أشعة يوبيل جان للشمس رقم واحد يسمى التفاعلات الكيميائية الضوئية هذه التفاعلات ومعظمها سيحدث في طبقة السرموسفير ويتم في هذه التفاعلات أنها تأخذ أشعة يوبيل جانبها إلى طاقة حرارية أول حاجة تخلص من أشعة يوبيل جانبها هي الفوتوكيميكاجر أكشان رقم 2 يخلص من أشعة هذه هي طبقة من الأجوز طبقة الأجوز طبقة الأجوز لذلك يوجد حاجات أكسيين يخلصون من أشعة UV سوف نقوم بتعالي في التفاعلات الكيميائية الضوئية تعالوا نرى في أكشن أو كيرينج من أتنسفيل التفاعلات التي تحت في الأتنسفيل أول تفاعلات الكيميائية في الأتنسفيل يسمى فوتو ديسوسيشان فوتو اختصار لفوتوني يعني ضوء وديسوسيشان يعني تفاكك معناها على بعضها كده التفاكك الضوئيين يعني تفاكك يحدث نتيجة سقوط الضوء على الجزئين ماذا كده يا أخواننا؟ طيب هنا يقول لك ذا صمت الشمس يعني ينبعث منها رادينت انيرشي يعني طاقة إشعاعية أوفر وايد رانج وفوتلينت خلال مدى واسع من أطوال موجية أنا أريد أن أقول لك الذوق اللي جاء من الشمس ذا طول ليس واسع يعني أطوال موجية متعددة ذا شورتر وفوتلينت يعني الأطوال الموجية قصيرة بتبقى هاير انيرشي رادييشان يعني يبقى إشعاع طاقة عالية انسى ألترافايلت رانج عند إكستريم ألترافايلت يعني سواء بتاع الألترافايلت أو الأكستريم ألترافايلت اللي اتنين انا بأعتبرهم طاقة عادية بس مين الأعلى شوية عالية تانية لا الأكستريم أعلى من الألترافايلت بس هم الاتنين إحنا بصمتهم اللي هي طاقة عاي ألترافايلت تسبب التغييرات تماما، تسبب التفاعلات تماما، في هذا الجزء، هل سأحفظه أو أفهمه؟ فهنا في هذا الجزء مطالب بالتفاعلات فقط نادرة، أي عندما يسألك تكلم عن التفاعلات الموجودة، ستكتب التفاعلات الموجودة لوقت التي نشرها، ولكن تبقى فاهم، لأن الارضياني الذي لديك نوعين من الـ UV، الـ UV العادي من الـ extreme UV، هذا ليس كذلك يا أخوانا، حلوة، تعال نأخذ أول مثال على الفوتو ديسوس يشفاج، أول شيء هو الأكسجين موليكيون، الأكسجين موليكيون كما نرى، لو نزلت على الـ HNU، هذا الـ HNU، هو إختصار لفوتون البول، لما أقولها بـ O2 مثل HNU، يعني O2 مثل فوتون، هذا هو من الأمم من الأشعة من الأشعة الأفضارة نغير، سأخذ أخذ أخذ أخطاراً على أشعة نوب. حسناك جداً؟ حسناك، عندما كان هناك هناك O2، انتحدث عليه فوتون بو من الـ UV، تحول إلى 2喔، ماذا يحدث هنا؟ بعد أن كان هناك جزء، كانت زرتين مسكن في بعض؟ لكن لا، هذا الزرتين مفاصلين، هل وجلت؟ بحصل هناك؟ لا يتفكت للجرارة أخبركم الحاجة التفكت لا يخلق لماذا؟ لأن الأكسوجين كانوا يربطين بعده كانوا يعملون مع بعض ربطة تساهمين كل زرقة منهم أخذت إلكترونها و أخذت لسبيل حل يبقى التفكت لا يخلق الجزء الأولي يسمى أكسجين موليكيون نعمل الأولي يبدو للمة 2 يسمى أكسجين أتم يبقى لك أن تفرق ويقول أنه يكتب شحن على هذا من أهم شيء من المعادلة تتبعه الأولي يسمى أكسجين موليكيوب يبقى أنه يسمى أكسجين أتم وهي زرار منفطر عن بعض حسنا إذا نبدأ على الرسمة يبقى الرسمة على بياني يبقى تتبع نظام أكسجين يعني نظام أكسجين الكلية بالنسبة المقوية للأكسجين الكلية و الأكسجين بالكلية يبقى على محور أكس فيه أكسجين الكلية و على محور وي يبقى عندما تتبص هنا كم تحت 130 كم يعني تحت القربة من سطح الأرض معظم الأكسجين يكون موجود أصول الأكسجين موليكيون عند ارتفاع حوالي 130 سيكون تبكيز الأكسجين موليكيولي يتساوم على تبكيز الأكسجين أتم بعد ارتفاع 130 سيكون معظم الأكسجين عنه عبارة عن أكسجين أتم يعني أكسجين منفصل يعني سيحدثه لماذا ترتبها؟ ليه الـ O2 تحت و O فوق؟ لأن الـ O2 تقيل فالجذبية تشد من تحت ولكن O خفيفة فقط لفوق كلامنا ستتفكره فقط وليس خفزه ولا عادة يقول ليه الـ O2 is more abundant يعني أكثر توفرة و أعلى تركيزها مثل O عند ارتفاع 130 سيكون معظم الأكسجين مصادح الأرض O2 and O are just about equal يعني تقريباً متساودين في التركيز Abundant يعني وفرة أو كثيرا عند ارتفاع 400 سيكون معظم الأكسجين موجود في صورة O2 فقط حوالي 1% الأكسجين موجود في صورة O2 يعني عند ارتفاع 400 سيكون تقريباً 1% الأكسجين موجود في صورة O2 الباقي كله 9% الأكسجين موجود في صورة O2 وهنا طبعاً تحت الاسم بيقول لك هذا هو أكسجين composition يعني تركيز الأكسجين أسخفشاً في الألتيتود يعني دلة في الألتيتود يعني عايزي أقول لك أننا عند ارتفاعات كليلة بيكون معظم الأكسجين موجود في صورة O2 عند ارتفاعات علية بيكون معظم الأكسجين موجود في صورة O يعني أتوميك أكسجين ماذا السبب؟ مجال الجاذبية للأرض مجال الجاذبية للأكسجين موجود في صورة O2 هو الأكسجين موجود في صورة O2 نعم لدي بعض الميتروجين موليكيول تعال نشوف كده يا ترى الميتروجين موليكيول ظروفه بالنسبة للأكسجين أنا هنا أقول لك أن الميتروجين موليكيول يكتب لك نسبة High IE أن ترى موليك الموت cause ترى المشأة أحفقة عالية ألا تكون تخفص مشافئة tan spe inconveniente شخص إن الميتروجين تحتفق أعلى متبjar Maggie مونار عليك أن المستفق موليك أكسجين الميتروجين يحتفق غير م tulee أتوميك بطريقه هل الطاقة الـ UV تستطيع أن تفكك الميتروجين وتحوله من نيتروجين موليكيون إلى نيتروجين أتوب؟ لا، لا تقضي للمرأة يعني أنا أريد أن تقول أن الميتروجين لا يحصلوا فوتو ديسوتيشن؟ لا، لا، الميتروجين لا يحصلوا فوتو ديسوتيشن لأنه يحتاج طاقة عادة مثل دينوت أبزورب الفوتو، يعني لا يمتصش الفوتونات، رد بسهولة، إذن هذه الإنراجية حتى الفوتونات التي تحتاجها يعني أن الميتروجين لا يمتصش الفوتونات، لذلك لذلك نسبة الأبر أتنسفريين في الغلاث الجو العليا، وهذه العالية يكون قليلة يمكن أن يكون السبب لأتوميك نيتروجين يكون نسبة قليلة معظم من نيتروجين يكون نوجود بطورة نيتروجين موليكيون يعني في صورة N2 تقول له أن النايتروجين يحتاج لطاقة تفكك عالية جداً هل هذا أخوانا؟ تماماً لذلك النايتروجين يبضل لأنه لا يحصل لسيسوسيشن هناك أيضاً شيء قليلة يمكن أن تفكك عالية جداً هو الووتر موليكي هو الـ H2O 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 يبقى المياه في النهاية تفكك إلى هيدروجين و أكسجين يمكن أن تفكك إلى ثلاثة أمثلة الأكسجين والنيتروجين والماء يمكن أن تفكك و أكسجين في النهاية تفكك في تلك من هو الـ H2O حيث الهيدورجين هي إستعاب بالفوق أوي و لكنها يرتفع اكتوجين لماذا؟ wijشتها لمن أن تصرف أعلى الله السيارة 건 eli أكتوجين لاتته عار مسائй الجعل أو يرتفعت من الم матери V يعني أنه تكون هو اكتوجين يجب ان يخش ابتتفالات الأسنية و ت derninormal اجهر احجاب ان يكون هو و هاحد يعني انا اعجب عليك الائتوروجين ما اضجسوا ما هو لانه يريد ان يخش تفاعلات الاجهر اكتب ايه ايت ايه شكل ما اشيئ واستطاة التي نقص احدها نقص اهم هذه النوع الماضي وتقص للنوع التالي وهذا ما هي تفاعلات فوتو ايونيزيشن فوتو ايونيزيشن له تفاعلات التأيون الضوبي ايه الذي يحدث فيها؟ ان الضوبي ينزل على الموزيقات ويقوم بتقيمها تأيون يعملها تأيون كيف؟ أنه يطلع إلكترون من المستوى الخارجي يطلع منها إلكترون ماذا كده أخواننا؟ إذا فوتون إنرجي تقضي فوتون مصد بي هاي لكي تسبب تأيون للأوتر إلكترون والأوتر إلكترون هي الإلكترونات المغادر الأخيرة هي الإلكترونات التكابل حلو هذا هنا أمثل إلزالي إلكترون إذا إليكترون إليكترون إلزالي إلا إلكترون ففي أوتو إليكترون هي إلزالي أبيل إليكترون وكذا ما هو كل إمثل عالمي على إليكترون لذلك الإلكترون حصل له الإكنلات ولكن لا يحدثوا إليكترون يكون بناءا عليه من يحتاج التو особенно عن التأيون؟ لا اتفكّق لأن النيتولوجين حصل له تأيّل وقام له لكن لا تأتيّل تأيّل نشكلها يا أخواننا الـ IB هو إختفار العيونيزيج الموتينشل يعني أنه مفتّق اللازم لحدود العيونيزيج الموتينشل في حالة النيتولوجين 1465 وفي حالة الأكسجين الـ O2 كان 1255 في حالة الأكسجين الـ Atom في 1834 حالة الـ NU يتصبح 200 الأرقام هذه خفزة لكنني أحبت أن تحفاجهمني بالكارتيب من الذي يحتاج الـ Analyzation Potential أو Analyzation Energy أعلى ومن الذي يحتاج الـ Analyzation Potential أو Analyzation Energy أقال هل تلاحظت؟ الضوء المستخدم لتأيّل ما يقرشون طول الموجة 80 لكن الضوء المستخدم لتأيّل الـ NU كان 134 من الـ Analyzation Potential؟ أنه طول الموجة أقل من الذي يحتاج طول الموجة 80؟ وإذا كان طول الموجة 80 يأخذ طاقة عنه وإذا كان طول الموجة أقل يأخذ طاقة عنه وإذا كان طول الموجة أقل يأخذ طاقة حالة يبقى كل العدد تحفظه لأن الأرقام هذه ليست حفظه يبقى الميتروجين أكبر من O2 أكبر من O أكبر من O يبقى أسهلهم في حدوث الـ Analyzation هو الـ NU وإذا كان طول الموجة وهذا فقط وإذا من قلت أن تأيّل الـ NU وإذا أخذت أنه يكون فحظه آخر يعتبر أن الطاقة اللازمة لتأيّل الـ NU وتحويله إلى NU يحن أن تكون طاقة أقل نكمل بعض التفاعلات التأيين المهمة لتحمسك 90 كم عندما تحمسك 90 كم تبقى فقط بقية 90 كم يبقى فقط بقية 90 كم يبقى فقط بقية 90 كم حلو أطوال المواجئة التي قدامنا بقية 90 كم كلها شغلة من منطقة UV إلى 3G أطوال المواجئة التي قدامنا بقية 90 كم أطوال المواجئة التي قدامنا بقية 90 كم أطوال المواجئة التي قدامنا بقية 90 كم مواجئة التي قدامنا بقية 90 كم لأنها تبقى حرارية والتفاعلات تكون تلقائية وكما تعمل المواجئة التي قدامنا بقية 90 كم في الحرارة من هذه التفاعلات؟ لأنها تبقى حرارة بقية 90 كم التي تعمل للتفاعلات تبقى من خلال المواجئة التي تعملها من خلال المواجئة التي تبقى بالخلال فوتو آيوناين في الشمس ولكن في المقمل هنا الآيون يمتص أشياء اليوهين وتحول الآيون الآيون الجزء يمتص أشياء اليوهين وتحول إلى الآيون الآيون يفضل كما هم؟ لا يبقى نشيط يخش التفاعلات وينسج عنه حالة في المقمل هذه الجزءات حولت أشعة اليوهين التي هي أشعة طاقتها عالية إلى طاقة الحناري وهذه من أهم الطرق التي تعمل تفتريشن يعني ألطرة لأشعة الشمس وتخلص من أشعة اليوهين لأن أشعة اليوهين تفضل على سطح الأرض حتى تضرب الجائنات الحي حسنا جاء إن شاء الله هنبدأ بقى نشرح التفاعل 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 وإلى اللقاء الأخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر